اهلا بكم الجليد مستمرون في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية وزير اسرائيلي يؤكد على وجود مجهود اسرائيلي لتحريك محادثات غير مباشرة مع حماس لإبرام صفقة لتبادل الأسرة تزامنا مع الحديث عن وساطة ألمانية مصادر طبية فلسطينية تؤكد أن الرئيس الفلسطيني أجرى فحوصات طبية روتينية في المستشفى في رمالة وغادره بعد انتهائها أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان في حديث إعلامي اليوم على وجود مجهود اسرائيلي لتحريك محادثات غير مباشرة مع حركة حماس وكشفت مصادر غربية لصحيفة الحياة اللندنية أن ألمانيا منخلطة في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول صفقة محتملة لتبادل أسرة حيث ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح أسرة فلسطينيين في مقابل جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس صفقة ألمانية جديدة تلوح في الأفق بين إسرائيل وحماس هذا ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية من خلال تقرير يقول بأن ألمانيا بدأت وساطة سرية لتبادل الأسرة بين حركة حماس وإسرائيل على غرار صفقة شاليت عام 2011 والتي تمت برعاية ألمانية ودور مصري حيث تم من خلالها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسرته حماس لمدة خمسة سنوات مقابل الإفراج عن ألف وخمسين أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية هناك خيارات متروحة على غزة هناك أوراق لدى حركة حماس لكن حتى الآن الرؤية غير واضحة ما زلنا في مرحلة التحضير لمرحلة قادمة سيشهد خلال قطاع غزة تغيرا كبيرا رغم أن هناك مصادر غربية تؤكد بأن ألمانيا بدأت في عقد لقاءات واتصالات مع حماس منذ نحو ثلاث سنين إلا أن حركة حماس رفضت التعليق على الموضوع بشكل كامل ومن الجدير ذكره بأن الدور الألماني مشهود له بالنجاح في أي وساطة يخوضها إلا أن إسرائيل وحسب اعتقاد حماس أنها لم تلتزم بقواعد صفقة شاليت وذلك لاعتقالها عددا من الأسرى الذين أفرج عنهم في الصفقة السابقة نحن لا نتحدث نتحدث الآن عن احتمالات وسيناريوهات جزء من هذه السيناريوهات أن تكون الصفقة قاصرة على الأسرى فقط وجزء آخر أن يتم ربطها بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجزء آخر أن يتم ربطها بموضوع الملف الفلسطيني إجمالا وملف المصالحة وهذا يتطلب جهد كبير لغاية الآن لم يرشع عنه وفي النهاية المعادلة ستكون في مصر ومصر لم تشر أي مؤشرات أو لم تصدر عنها أي مؤشرات تشير الاقتراب موعد هذه الصفقة الحديث عن زيارات سرية لمبعوثين ألمان إلى قطاع غزة للتشاور حول صفقة لتبادل الأسرى حسب ما ذكرته الحياة اللندنية رغم عدم وجود تأكيدات حول الموضوع يأتي هذا النوع من التقارير كبالون اختبار للأطراف الفلسطينية في ظل الحديث عن مبادرات وصفقات من جهات مختلفة لرفع الحصار وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للقطاع ولمواكبة هذا الملف معرفة السيد سيدالون أفيتار مستشار سابق لمنسق أمال الحكومة الإسرائيلية في الغراءة الفلسطينية مرحبا بك والدكتور أحمد غنين قياد في حركة الفتح مرحبا بك أبدأ معك الدكتور كيف تقرأ كل هذا الحديث وساطة ألمانية وساطة غطرية واعتراف إسرائيلي بأن هناك وساطة أو هناك جهود لإتمام هذه الصفقة؟ هناك جهود بالتأكيد لأن كل الأطراف لا تنكر هذه الجهود بل وأقرتها إسرائيل تتحدث عن حديث بشكل مباشر عن مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس وحركة حماس من أكثر من مسؤول ما فيهم الزهار أكد أن هناك اتصالات غير مباشرة في وسطائه تدخلوا الموضوع هذه المرة مختلف عن صفقة الأسرة السابقة في محاولة من الطرفين لتوسيع المسألة إلى بعد آخر يتعلق ليس فقط بإطلاق صراح الأسرة وجعلها صفقة لتبادل الأسرة وإنما أيضا لصفقة تأخذ أبعاد سياسية محدودة أبعاد سياسية محدودة بحكم رغبة إسرائيل بعدم تقدم بأي حل سياسي يرفع الحصار بشكل تام وشامل عن قطاع غزة الحديث عن تسهيلات للقطاع تؤدي إلى تخفيف هذا الحصار وعن أفكار إسرائيلية ربما بميناء تحت الإشراف الإسرائيلي في قبرص وغير ذلك من الأفكار الصفقة تأخذ بهذا المجال ما يحدث الآن من تحضيرات عسكرية إسرائيلية حديث عن القبة الحديدية وعن تطوير في القبة الحديدية وعن نشر القبة الحديدية في الغلاف قطاع غزة في منطقة الوسط أيضا ليس فقط في غلاف غزة هو نوع من باعتقادي أنه هو نوع من الضغط على آليات المفاوضات السرية اللي بتتم بين حركة حماس غير المباشرة وإسرائيل لوضح حماس يعني اللي جعل حماس تتقدم باتجاه يعني ربما ليس تحت وهي مرتاحة وإنما تحت الضغط الأساس لا يوجد قرار في إسرائيل بحرب بلا أهداف سياسية يعني الحرب مراخب الدولة وفي داخل إسرائيل في نقاش عالي رحت على ثلاث حروب طب هي الثلاث حروب شو كانت أهداف السياسية إذا لم يكن هناك أهداف سياسية لهذه الحرب فلا داعي لها في إسرائيل فيش قرار بحرب يعني بدون أهداف سياسية فيش قرار جدي بحرب في حركة حماس لدي حركة حماس ما فيه رغب الآن بالخروج إلى مواجهة وبالتالي كل هاي التكتيكات هي تكتيكات إلى علاقة بالاتصالات الغير المباشرة مع ذلك قطاع غزة لا ينطبق عليه أي سيناريا وأي سياسات أو هكذا من الممكن أن تنفجر الأمور الخارج إرادة الطرفين يعني بشكل أو بآخر نعم سيد ألون بذات السؤال ماذا يعني هذا الإعلان بالنسبة لإسرائيل عن وساطة ألمانية وكيف يمكن أن دعنا نقول ما العلاقة بين نشر منظومة القبة الحردية وما يجري في قطاع غزة وبالنسبة أيضا للمحادثات غير المباشرة مع حماس أكيد نعتمد على الخبرة وخلال سنوات الأخيرة أكثر من عشر سنوات بنسبة لعلاقات أو العلاقات المشتركة بين حماس وإسرائيل على الكتار הזה نحن دائما نعرفينه لكل إشارة أو لكل إعلان في أساس في يعني رسالة بهذه الإشارة رسالة لكل العناصر أكيد لوزير أردان سمعنا اليوم رسالة مقصودة أذني العلاقات هي أول إشي محاولة لإستقرار أمني في قطاع أول إشي أشان في علاقات بين تبدو الأسرا بين الجنبين والعونف على الجدار في كتار הזה معناتو إذا في حكي على محاولة لي وصول الاتفاق مشترك بنسبة للأسرا معناتو هذا إشارة كمان ورسالة كمان لحماس تحدو شوي العنف على الجدار نحن نعرف إنه إلكم سيطرة على الموضوع لازم تبعثوا الكواتكم وكذا وقفوا موضوع التائرات الواركية وكل الشغلات هاي عشان في علاقة وتأثير بين الموضوعين موضوع التبادل الأسرا وموضوع العنف على الجدار تاني شيء أذني حكيت على انتشار الكوبا حددية وكذا هذا إشارة كمان إسرايليا هذا كمان غسالة ما بحكيش إنه إسرائيل جاهزة لحرب جديدة لحرب جديدة إسرائيل صرحت أكثر من مرة وكما ما في موافقة واسعة بالموضوع ما في مسلحة إسرائيلية لتسعيد المنطقة كله مشترك ومربوط بين الجبل الجنوبية وجبل الشمالية نحن نعرف الواقع بس هذا إشارة لحماس كمان إنه نحن في إسرائيل مش جايزين لاستمرار العنف زي بلاش أو زي موجود في الجنوب وانتشار الكوب الحديدية وكمان في إشارات ثانية إلو غسالة أو هدف لحماس أذني لازم نوصل لإتفاق أو مفاهيم بين الجنبين ونمنع ما بعد التسعيد عشان نحن مش جايزين لهذه الستاتوكو إنه يمشي إنه يستمر نعم سيد دكتور أحمد ذكرت قبل قريب ربط الأمور بالنسبة لصفقة تبادل الأسرة ونك أسوات تقول ربما بين الأطراف بين حماس وإسرائيل بالنسبة للأزمة الإنسانية ورفع الحصار عن قطاع غزة ويقال بأن إسرائيل قد تقول لحماس بالنسبة لصفق المتطلبات بالنسبة للأسرة التي سوف تقوم إسرائيل بتحريرهم بأنها مستعدة أن يكون العدد قليل لكن مقابل تخفيف الأزمة الإنسانية رفع الحصار عن قطاع غزة أو أمور أخرى في حركة حماس تدرك ما هي قيمة الأوراق التي بيدها وبالتالي إن أجرت هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة في البعد المتعلق في مسألة الأسرة لن تتنازل عن القواعد الأساسية التي وضعتها في هذه المفاوضات ولكن سيأخذ بعيني الاعتبار احتياجات أخرى أنا لا أعتقد أن الصفقة ستشمل البعد السياسي لأن مكونات البعد السياسي وشروطه المعروضة من قبل الاحتلال لن تكون كافية لحركة حماس حتى تقدم بالاتجاه السياسي لكن ربما على البعد الإنساني وإسرائيل مدل بداية أراد صبغة الصفقة بصبغة إنسانية لا لا البعد الإنساني إسرائيل ما فأتش من النوم فجأة أو الآن على الوضع الإنساني في غزة وزعلاني على الفلسطينيين اللي بعانوا إسرائيل سبب معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالتالي إسرائيل تخشى أن هذه المعاناة في البعد الإنساني تنفجر في وجهها وأنه يحدث التصعيد بسبب ذلك هو عندما تحدثوا عن قرارات إسرائيلية متعلقة بالتسهيلات بل كدهم يسعوا فقط إلى محاولة تنفيس هذا الغضب الموجود في قطاع غزة اللي ظهر خلال مسارات العودة باستعداد هذا هؤلاء الشبان الفلسطينيين لتقديم أنفسهم يعني التضحية بأنفسهم تحت ضغط هذا الوقع إسرائيل قرأت بشكل واضح أن هذا الانفجار آتي وآتي لا محالة وأنه سينفجر بواجهه وبذلك يتقدم بعروض سياسي هذا العروض السياسي أقل كثير مما يمكن أن يعني يوفر لحركة حماس درجة من القوة لسن ذكر ونعتمد اليوم هو ما في موافق إسرائيلية واسعة لتحرير كمية كبيرة Zhao من الس helfen إلى الس брат من الس操行 وأنتم ليس لا permanence الان بين الجنب الفلسطيني والجنب الإسرائيلي بالنسبة إلى كمية واناوية الاصح الفلسطينية بحك الاصح الأمنية من الس diets لإسرائيلية معناته رارم النشر رارم العيلان رارم المحاولات بين الجنبين لهصول إلى صفكة أسرى لازم نحكي ونقول بصراحة هذا الموضوع صعب جدا أنا موشايف اليوم موافقة إسرائيلية دخل المجتمع الإسرائيلي لروجه على وعودة لشوروط صفكة شاليت معناته وكمان لازم نذكر هم شوروط حركة حماس بنسبة لتحرير كمية كبيرة والأسماء الأسرى الفلسطينية معناته حماس ما تكبل كمية صغيرة وما تكبل أسرى إنه موش موجودين أو موش متبعين لحركة حماس الحقيقية داخل السجون عشان هيك أنا موشايف بكرا وبعد بكرا علان على موافقة أو وصول إلى صفكة هذا هذا رح يستمر وقت طويل ومش متأكد إنه رح ينجح نعم وحماس تعي الضغط الداخلي في إسرائيل اليوم استمعنا إلى عائلات الجنود الإسرائيليين وهذا يعتبر ربما قد تستغله حماس كما استغلته في السابق نعم صحيح شوف الإسرائيليين بحضروا حالهم بكل الاتجاهات من جانب بضغطوا على حركة حماس بنشر القبة الحديدية والاستعداد العسكري وإظهار نفسهم بأنهم جاهزين إلى حرب إذا تطلب الأمر ومن جاية من ناحية تانية يعتقلوا قيادات في حركة حماس يعني دون أي مبرد دون أي سبب بالأمس كان اعتقال وصف قبها وزير كان في الحكومة الفلسطينية وهو قيادي في حركة حماس وعدد من قيادات حماس دي رفع الرقم يعني الرقم اللي بدون يطلقوا يطلقوا صراحه وهو ما كانش لازم اعتقاله يعني تحضر نفسه هذا حركة حماس ألعيب يعني مكشوفة بنسبة إلها وأنا بأعتقد أنه لن يكون شوف حركة حماس مديونة مديونة لأمهات الأسرة ولأباء الأسرة وللأسرة أنفسهم وهذا كان وعد بعد صفقة شليت لا تستطيع حركة حماس التراجع عنه تالي هي مديونة وملتزمة أن لا تنزل تحت صقف إطلاق صراح القادة الأساسيين لدى حركة حماس ولدى الفصائل بجملة إذا أريد أن نتقل حماس عندها هدف ما الهدف هو مش بس كفاح مسلح هذا وصيلة عندها هدف لتغيير الواقع في كتار غزة عشان هيك أنا فكر أنه في إمكانية وإحتمال لوصول إلى استكرار أمني في الجنوب بس مش متأكد في هذا ابقوا معي والآن عزيزة مشهلين ننتقل إلى الملف الأخير